وتبعا للدعوة القضائية التي حركها مجمع النهار ممثلا في شخص رئيس المدير العام للمجمع زميل أنيس رحماني بعد تدول صفحة على الفيسبوك تحمله اسم المكنة أمير ديزاد لبطاقية الحالة المدنية الخاصة به مرفوقة بتهديدات مباشرة له لمنتسبين مجمع النهار استمع وكيل الجمهورية بمحكمة بيرموراد رايس في العاصمة اليوم للمتورطين في شبكة أمير بوخرس أين تم إداعهم الحبس المؤقت وليتذكير كشفت تحقيقات التي بشرتها مصالحه الدرك الوطني عن طورط رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى الذي هو ضمن الموقفين بتهمة إفشاء سر مهني خيانة الأمانة استغلال المنصب والتشهير حيث قام المتهم بحكم منصبه قام بتصوير ونشر وتدول بطاقية الحالة المدنية للزميل أنيس رحماني وإرسالها إلى المدعو أمير ديزاد المتهم الهارب من العدالة الجزائرية الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية وتشجر الإشارة أيضا إلى اعتراف شاب آخر من العاصمة أمام وكيل الجمهورية بمرسلة أمير بوخرس وكانت مصالح الدركة الوطني قد أوقف المتهمين الخميس الماضي بعد رصد إلكتروني إذن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بير موراد رايس بإداع الشخصان الذين سربا معلومات شخصية عن الرئيس المدير العام لمجمع النهار الحبس بعد أن اعترفا بفعلتهما أمام وكيل الجمهورية المتورطان هما رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى وشخص آخر القضية تأسست فيها النهار كطرف مدني وهذا لخطورة المعلومات أو المنشورات التي نشرت على صفحة الهارب من العدالة المدعو أمير بخورس لقناة النهار محكمة بير موراد رايس حمزة بن هويس